مساكم الله بالخير المحتمين بمور السيارة خلوكم معي وهذا المقطع مهم لكم طبعا شاء الله سبحانه وانا امشي بالخط بسيارتي واحد دخل على الكتف ضرب حجر وجت على القزاز وصار عندي كسر بالقزاز وصرت ابحث عن اصلاح زجاج السيارة فبحثت وصلت بأمل زون بالمواقع الجنبية عن هذا المنتج وينتشب كت هي مجموعة لاصلاح الزجاج اللي هو تكون على شكل نجمة او القطع الصغيرة للضربات اللي تكون في الزجاج عبي اعمل معكم الطريقة حبة حبة من قبل المعالجة وبعدها وبعلمكم المنتج هذا وين موقعه وطريقته وبعلمكم خطوات العمل هي تجربة بالنسبة لي جديدة يمكن مرت عليكم لكن نصير مع بعض ونشوفها اشكال الكسور اللي عالجها بالسيارة انا ستارس هذا الكسر اللي عندي باذن الله نتسلم هاي طريقة الاصابة اول خطوة سويها امسح المنطقة وحاول انظف كل الرمل او كسور الزجاج الصغيرة اللي تكون داخل الضربة هذه الكت اول شي الفراشة احطها بنصف المكان مئة بالمئة وشيك من جوه الثانية مادة الرغوية وهذا الحاقن والشفرة وعندي بلاستر اوريكم الحركات كاملة وهذا ساحب الهواء شوفوا اتأكد اتبتها بطريقة هذه واتأكد انها بالعمق شوفوا بعمق العصاب شوفوا 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 بس انتر شوفوا هذه الربر وفيها ربر داخلي ادخلها بشكل هذا الى ما تلامس الزجاج كذا بعد ما دخلت الربر ولامس الزجاج مباشرة اعمل خطوة ثانية للاصبع اللي يطلع فيه الهواء بعد حقنها بالزجاج بمعنى الاصابة عندي شوي كبيرة واحط سبع نقاط اكبس المزلاج هذا الى اخر شيء الى ما يطلع من الصوت بعد ما الى ما يصل اخر شيء بعدين افك ثانية مرة عشان اطلع الهواء موجود داخل بعد عشر دقائق حرصت ان يكون وجه السيارة باتجاه الشمس عشان نشعه فوق قلبه نفسجية تتعامل مع نفس المادة هذي بعد ما فكيتها حطيت البلاستر هذا لمدة عشرة دقائق ثانية بعدين تكون في مرحلة الاخيرة اندي استخدام الشمس بعد عشر دقائق الاخيرة افك البلاستر لا اينا شوف خاني بس احكي شكل وين الشكل شوفوا ما شاء الله هذا المنتج يستحق الثانية شكرا شكرا شكرا